اه والله يعني النساء الحديديات في بريطانيا بتبقى سياساتهم شديدة حبتين وتحديدا تجاه الشرق الاوسط بس الست دي عندها تحدي مزهل ومرعب بالمناسبة ده بجد بقى التحدي المزهل والمرعب هو الوضع الاقتصادي البريطاني وضع اقتصادي صعب جدا 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 احتجاجات عملية ركود نقص في العديد من السلع تردي في العديد والعديد والعديد من الخدمات اللي موجودة في بريطانيا ودي اظنها واحدة من اصعب المراحل الاقتصادية اللي مرت بها بريطانيا لسببين غير انه تاريخيا هي مرحلة صعبة جدا على الكل واقتصاديا هي مرحلة صعبة جدا على الكل في العالم بس خد بالك بريطانيا يدوب لسه خارجة طازة من الاتحاد الاوروبي واخد بالك فدي حكاية صعبة بريطانيا قدامها تحديات كتير هي كدولة تواجه وضع اقتصادي صعب في ظل انها خرجت من الاتحاد الاوروبي واقتصاد اوروبا اللي كان ممكن يبقى داعم لهم بشكل او باخر وفي نفس الوقت الوضع الاقتصادي الصعب اللي بيمر بالعالم على كل الايام بيننا زي ما بيتقال لكن الاهم جدا هو اللي بالتأكيد بيحصل عندنا في مصر مش لانه هو الاهم في العالم هو الاهم بالنسبة لنا احنا كمصريين النهاردة اكتبع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ايضا دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مهم او الموضوع ده ليه بقى؟ لمتابع التطور المؤشرات الاقتصادية الرئيس وجه بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الازمات الدولية على الاداء الاقتصادي المحلي لبلورة سيناريوهات متوقعة وبالتالي نقدر واحنا بنعرف السيناريوهات المتوقعة وبنحط الحلول بتاعتها تبقى لاي سيناريو ايا كان نضمن الحفاظ على مصارنا الايجابي ومؤشراتنا الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني هيجي واحد على كلمة الايجابي ويروح واقف مفارمل يقولك ايجابي ايه؟ هقوله تاني تاني واحنا مش اول امبارح قعدنا شرحنا على الشاشة دي ومع دكتور اسماء على التراضيزة دي وضعك الاقتصادي دلوقتي عامل ازاي؟ ومقارنته ب13-14 بل ومقارنة معدل النمو بتاعك بما سبق على 13-14-12-11-10 كمان بل ان احنا شفنا معدل النمو بتاعنا مقارنة بمعدل النمو العالمي 3-2 من 10 احنا الحمد لله واحنا بنتكلم دلوقتي احنا 6-6-18 معدل النمو طيب مش انا كنت بقولك بريطانيا طب بريطانيا بتخش الاماكن عشان تشتري فيها حاجات عادية بتاعت حياتك اليومية يعني عشان التلاجة بتاعت البيت او النملية فيه اجيال مش عارف عينيه النملية دولاب المضخ المهم يعني لا انت ما بتلاقيش كل اللي انت عايزه انت في مصر بتلاقي اللي انت عايزه المهم هكملك ايضا توجيهات الرئيس كانت متعلقة بمسألة التغلب على اي تحدي علشان نقدر نخلق او نضع استدامة للنتائج الايجابية اللي قدرنا نحققها من خلال الاصلاح الاقتصادي اللي حصل في مصر بدءا من 2016 الاصلاحات الهيكلية اللي اشتغلنا عليها من 2016 وحتى هذه اللحظة اللي وصلتنا لستة وستة من عشرة معدل نمو في ظل اللي بيحصل في الدنيا ده طيب الرئيس ايضا وجه بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي ليه؟ علشان يتعامل جذب استثماري يصب في صالح الاقتصاد الوطني لانه في النهاية دي اهداف استراتيجية علشان التنمية بتاعة الدول الاهداف الاستراتيجية التنموية لهذا البلد واللي بنعتبر من خلالها ان القطاع الخاص هو الشريك اساسي في مسيرة التنمية في بلدنا بس بما يتوافق مع خطة الاقتصادي والقطاعات ذات الاولوية في الاطار ده دايما دايما خليك عارف احنا لما بنسمع دايما كلنا وانا منكو بصراحة لما بنسمع كلمة قطاع خاص بنتخض تجربتنا القديمة مع القطاع الخاص دايما تخض كويس؟ انا واحد من الناس عارف اللي هو ايه الاول ما اسمع كلمة قطاع خاص اتحسس مسدسي انا بروح متحسس المحفظة على طول انا ما عنديش محفظة اصلا انا بحط بلوسي في جيبي كده على طول وهم ايه ابقعد الان يا استر يا رب لكن وانا عارف ان الدولة طول الوقت حط اهلينا اللي على قد الحال اهلينا الاغلابة اهلينا اللي مكان لهمش حظ زمان هم في صدارة الاولويات انا مش قلقان وسيبانها على رب طيب